ايه زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? هنعمل مع بعض النهار ده الجلاش الحلوة بطريقة سهلة وجميلة جدا. كتير مننا بيبقى عايز يعمل جلاش حلوة في نفس الوقت عايز الطريقة يكون خفيف وبسيط وطبعا طريقة تكون سهلة. هنعمل النهار ده مع بعض جلاش بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة وكمان سريعة. زي ما احنا شايفين كده شكل الجلاش جميل جدا وان شاء الله الطريقة اعجبكم اه لما تجربوها وما تنسوش لو الطريقة اعجبتكم اكتبوا لي في الكومنتيات رأيكم. وان شاء الله هعملكوا فيديوهات تانية جميلة جدا وبطريقة بسيطة بازن الله. زي ما احنا شايفين كده شكل الجلاش معايا حلو جدا وجميل جدا. والطريقة نجحة ومضمونة زي ما احنا شايفين كده. نبتلي عندنا نقدمه طبعا انا عشان التصوير هو طبعا مش محتاج اي شيء لكن عشان التصوير كشكل جمالي وكده. ببتلي اقدمه معصوص كرامل اه لو حابين برضو معصوص الشوكولاتة. المتوفر عندك تبتلي تقدميه هو شكل جمالي مش اكتر لكن طعمه في منتهى الجمال والشكل كمان. يلا نبدأ مع بعض نقول بسم الله ونشوف المقدير. بنزل عندي باربع بضوط بدرجة حرارة المطبخ. ونبتلي عندنا ننزل عليهم بزرة من الملح طبعا ما ننسى الزرة الملح دي في الحلويات بتزبط للطاع. ولو عندي فانيليا سايلة او الفانيليا اللي هي الباكت اللي هو الظرف ده. ننزل عندي بنصف معلقة من الفانيليا السايلة او بزرفين من الفانيليا البودر. ونبتلي عندي بنزل بكوباية من السكر. وهنا عندي كان عندي لبن بلدي غليته اخدت الوش اللي هو الاشطا. ببتلي عندي انزل بوش او الاشطا عندي اللي اخدتها من كيلو اللبان. وبنزل عندي بمعلقتين من السمنة البلدي. طب لو انا مش عندي الاشطا. استبدلها طبعا بثلاث معالق من كبار من السمنة. وعلى المعلقتين يعني هنحط بدل الاشطا آآ خمس معالق من السمنة البلدي. ونبتلي عندنا نضربهم بدل مضرب اليادوي. طبعا لو مش متوفر عندنا المضرب الكهرباء. هضربهم عندي بالمضرب الكهرباء. هي لو عايزة بالمضرب اليدوي بتبقى حوالي كده آآ تمن دايق بالمضرب اليدوي. عشان طبعا لون العجينة نفسها يفتح. وتديني قوام كده زي قوام الكيك بس على خفيف زي ما احنا شايفين كده. المضرب اليدوي هي تلات دايق بالزبط وبتديني القوام اللي انا محتاجها. لكن تمشي بالمضرب اليدوي او بالكهرباء. واخر حاجة بضيف عندي آآ نص معلقة من الباكنج بودر. وكده عندي الحشو اللي انا هحشي بيها جاهزة. وبجيب عندي الجلاش. طبعا انا بشتري الجلاش من عندي اللي بيبيع الكنافة والسامبوسة والجلاش والحاجات دي. بيبقى مكتوب عليه هنا تاريخ الصلاحية. وكامل بيبقى جميل جدا اجمل آآ من اي جلاش بنشتري يعني بصراحة لما جربته مش بشتري جلاش آآ جاهز آآ دايما بشتري كيلو اتنين كيلو تلاتة كيلو. وبحطهم عندي في الفريزر وباستخدمه يبقى زي الحجل طازة كده جميل جدا ومش بيتكسر وحلو جدا لما تجربه طبعا آآ افضل من الجهاز بكتير في الطعم وكمان في النتيجة. بابتدي عندي اجيب الصانية اللي انا آآ احط فيها الجلاش بابتدي عندي آآ اقص حجم القلاش عندي آآ على قد مقص الصانية زي ما احنا شايفين كده بسكينة من المشيها حوالين داير الصانية كده على الجلاش. ونبتدي عندنا آآ نقصه كده زي ما احنا شايفين. طبعا طريقة سهلة وجميلة جدا. ونبتدي برضو للحجرة اللي هتتقص مننا دي مش هنرميها لأ هنستخدمها برضو آآ وبين الرئيات كده وهنشوف مع بعض هنستخدمها ازاي. هنا ظبطنا مقص الصانية كده زي ما احنا شايفين كده. نبتدي عندنا الصانية اللي عندنا ندهنها بالسمنة. بنزل عندي بطبقتين من الجلاش وطبعا الحتة اللي احنا قطعناها من الاطراف. دي بناخدها بين كل رئيين كده برضو بنحط طبقة لحد عندنا ما خلص الكمية. طبعا ما نرميهاش نستخدمها زي ما احنا شايفين كده ومش هدنا خالص ان هي متقطعة وسط الطبقات كده. بنحط طبقة كمان عندنا آآ من الاطراف اللي احنا قطعناها ونبتدي عندنا ننزل بالحشوة عندنا اللي احنا عملناها او الكريمة ونبتدي كل بين كل طبقات رئيين كده او طبقتين من الجلاش ندهن كده ما بنتهنش كل طبقة يعني طبقتين ونتهن طبقتين ونتهن لحد ما خلص الكمية عندنا زي ما احنا شايفين كده. بناخد طبقة من اللي متقطعة دي الاطراف وبعد كده بنحط عليها رئيين آآ من الجلاش ونبتدي عندنا ندهن برضو آآ وهكزا لحد ما نخلص الكمية عندنا زي ما احنا شايفين كده. ننزل كمان بطبقة من الكريمة. ودي اخر طبقة معي. نبتدي ننزل عندنا بالكريمة او بالحشو اللي احنا عملناه. واخر حاجة بنضيف عندنا اخر طبقتين من الجلاش زي ما احنا شايفين كده. طبعا اخر طبقتين ما لديهنش فوق منهم حاجة. هنشوف مع بعض. دول اخر طبقتين عندي من الجلاش. نبتدي عندنا ننزل بالطبقتين كده وما نتهنش فوق منهم اي شيء تاني. وبعد كده بنجيب عندنا السكينة ونبتدي اهم حاجة طبعا عبل ما ندخلها الفرن. ان احنا نقطعها. قطعيها زي ما تحبي بقى مصلدسات مربعات زي ما تحبي طبعا آآ في شكل الجلاش معاك. تبتدي تقطعيه كده بالشكل ده في الصنغية. واهم حاجة اثناء ما احنا بنقطع. نبتدي عندنا نسخق الفرن على درجة حرارة مئتين وعشرين. ولما نيجي بنسوي بنسوي على الرف اللي في النص. آآ بتاخد من طمانتاشر لعشرين ديه بتكون استاوت واخدت لون دهبي وجميل جدا زي ما احنا شايفين كده آآ نبتدي نقطع معانا بتتقطع معانا بكل سهولة. طبعا بتضغطي ضغطة خفيفة كده. وتبتدي عندك عشان طبعا تقطعيها آآ وتبقي متحكمة كده في تقطيعها. طبعا طريقة سهلة وجميلة جدا وطعمها رائع جدا وخفيفة كمان غير اي جلاش هتجربوه. لما تجربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا لانها طعمها جميل جدا ومميز وكمان آآ خفيفة مش زي اي جلاش حالو. هنا عندي بعد ما قطعناها بالشكل ده ندخلها الفرن نسويها. آآ زي ما قلتلكم بتاخد من طمانتاشر لعشرين ديه اول ما يبقى لونها دهبي كميل كده. بتكون كده استاوت نخرجها من الفرن. وهنشوف مع بعض شكلها اول ما خرجت من الفرن عامل ازاي. هنا عندي زي ما احنا شايفين كده شكلها نبتدي عندي آآ نظهر الفراغات كده ونبتدي بقى نقدمها في الاطباق زي ما آآ شوفنا مع بعض في اول الفيديو. اتمنى طبعا يكون الفيديو النهاردة عجبكو لو عجبكو ما ننساش لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.